الايفون 16 العادي والايفون 16 بلاس ايه المزايا الجديدة اللي فيه اولا بالنسبة للشاشات الايفون 16 العادي جاي بشاشة حجمها 6.1 من 10 إنش والايفون 16 بلاس 6.7 إنش وده تقريبا نفس حجم الشاشاتي اللي كانت موجودة في الايفون 15 العادي والخمال grant مع درجة سطوع للشاشة بتوصل لألفين نتز حاجة كمان كويسة جدا عملوها في شاشات بتاعة الايفون 16 انهم حسنوا طبقة الحماية بتاعةสيراميت شيلد اللي موجودة على الشاشة بتاعة الايفون 16 ودي تقريباً بتدي ضعف قوة الحماية اللي موجودة على أي شاشة سمارت فون تاني بالنسبة للألوان الفئة دي من الآيفون بتنزل بشوية ألوان مترقعة يعني السنة دي هتلاقي فيه لون الألترامارين اللي هو تقريباً الأزرق والتيل اللي هو بالنسبة لي لون أخضر والبينك وطبعاً الأبيض والأسود سالساً زرار الأكشن بوتون دلوقتي بقى متاح على الآيفون 16 العادي والآيفون 16 بلاس يعني ما بقاش مقتصر على فئات البروبس وللي مش عارف الأكشن بوتون ده زرار بتقدر تخصصه أنه يعمل ميزة معينة موجودة جوه أبليكيشن يعني مثلاً أنت ممكن تخصص الزرار ده أنه لما تدوس عليه يبدأ أنه يسجل صوت فهو هنا ما فتحش الأبليكيشن بتاع ميمو بس لا ده فتح الأبليكيشن وخليه كمان يبدأ تسجيل الصوت فبساطة أنت تقدر تخصص الزرار ده أنه يعمل أي ميزة معينة أو أي خاصية معينة في أي أبليكيشن أنت حبه بس كل ده سيبه على جنب أبل في الحقيقة عملت اختراع قوي جداً في الكاميرا عملت زرار رائع جداً اسمه الكنترول كاميرا وفي الحقيقة ليه استخدامات كتير جداً يعني مثلاً لو أنت ماشي في الشارع وشفت مطعم قدامك بمجرد أنك ترفع الموبايل بتاعك وتدوس على الزرار ده وتصور اسم المطعم هيجي لك كل التفاصيل عنه يعني مثلاً حاجة زي تقييم الناس المينيو بتاعت الأكل بتاعته أو لو حتى عاوز تحجز معايت في المطعم ده أو شفت وانت ماشي إعلان أي إيفنت بمجرد أنك ترفع الموبايل وتدوس على الزرار ده وتصوره بالآيفون هيقترح عليك أنك تضيف المعاد بتاع الإيفنت ده في الكالندر بتاعه ممكن كمان لو شفت أي منتج عجبك عاوز تعرف هو بيتباع فين وتشريه منين كل اللي عليك أنك تصوره وماليكش دعو بالباقي أما لو تستخدم الزرار الجديد في التصوير بمجرد أنك تدوس عليه مرة هيفتح الكاميرا وتدوس عليه مرة تانية فهيبدأ يلقط الصورة بسرعة للحاجة اللي أنت عاوز تصورها أما لو عاوز تصور فيديو كل اللي عليك أنك تعلق إيدك على الزرار بتاع الكنترول كاميرا ولو دست على الزرار دوسة بسيطة بيفتح لك كل إعداد الكاميرا فبمجرد أنك تحرك صباعك على الزرار ده يمين وشمال بيقدر يعمل لك زوم إن وزوم آوت ولو دست عليه مرتين بيخليك تختار من كل إعدادات التحكم في إعدادات الكاميرا في الحقيقة هو زرار رائع جدا لكل الناس بتحب التصوير اللي هو تقريبا معظم الناس أما بالنسبة للمعالج فأبل عملت قفزة كبيرة من الآيفون 15 العادي والـ 15 بلس اللي كان فيهم البروسيسور الاسكستين للبروسيسور الـ A18 اللي موجود في الآيفون 16 والـ 16 بلس وده طبعا كان ضروري جدا علشان تقدر تستفيد بكل المزايا بتاعت الزكاء الاصطناعي أو الـ AI اللي موجود في الآيفون 18 كمان معالج الـ A18 زود سرعة الآيفون 16 بحوالي 30% عن الآيفون 15 وكمان بيستهلك طاقة أقل 30% من الآيفون 15 وبالنسبة للجرافيكس فالآيفون 16 أسرع تقريبا 40% من الآيفون 15 وطلعا بنتكلم عن المعالج فلازم نتكلم عن المزايا بتاعت الـ AI أو الزكاء الاصطناعي اللي نزل في الآيفون 18 هيبقى شكله عامل ازاي في الآيفون 16 طبعا من أهم من مزايا الـ AI ان انت حتلاقيها دخلة في كل البرامج اللي انت بتستخدمها بشكل يومي السبب الأساسي انه يساعدك انك تنجز المهام اليومية بتاعتك يعني على سبيل المثال أدوات الكتابة ودي اللي بتخليك تقدر تعدل على أي نص انت كتابته علشان يبقى طالع بشكل أحسن وبطريقة سهلة زي مثلا انت لو بتبعت ايميل للشغل كل اللي مطلوب منك انك تكتب بس كده شوية الكلام اللي انت عاوز تقوله في الايميل وتخلي الـ AI لوحده هو هيزبطه لك ويعيد كتابته بشكل professional جدا تقدر كمان تعمل أي إيموجي انت متخيله عن طريق الـ AI وتبعته لأي حد انت بتتكلم معاه وكمان تقدر تستخدم أي صورة موجودة عندك يعني أي صورة لواحد صاحبك وتحولها لشكل كرتوني أو شكل مرسوم عن طريق الـ AI باستخدام أداة الـ Image Playground الجميل ان المزايا دي هتلاقيها موجودة في أي مكان انت بتكتب فيه يعني مش بس الايميل لا كمان هتلاقيها في النونس وهتلاقيها في أي مكان موجود على الايفون انت بتكتب فيه كمان بالنسبة للصور فالـ AI هيسهل عليك حاجات كتيرة جدا يعني على سبيل المثال لو سألت أي حد انت عندك كم صورة على الايفون بتاعك ممكن يقولك 20 ألف صورة 30 ألف صورة أو يمكن أكتر من كده كمان فتخيل انت عاوز تطلع صورة معينة انت مش فاكر الصورة دي انت خدتها إمتى بس فاكر تفاصيل وأحداث حصلت في الصورة أو في الفيديو ده كل اللي هتعمله انك هتكتب في المكان بتاع البحث بتاع الصور ان انا عاوز الصورة اللي كنت لابس فيها أحمر ووقف في الجاردن في سوائن هيعمل بحث في العشرين أو الثلاثين ألف صورة اللي موجودين عندك ويجيب لك كل الصور والفيديوهات اللي انت طلبتها حاجة كمان مهمة في الAI ان الاشعارات بتاعت الايميلات بدل ما بيجيب لك أول صطرين موجودين في الايميل هو بيجيب لك الخلاصة بتاعت الايميل ده ودي فعلا حاجة رائعة وعمليها جدا وهتوفر لك وقت كتير جدا طبعا كل مزايا الزكاة الاصطناعي هتكون متاح على كل الموديلات بتاعت الايفون 16 سبعا الايفون 16 العادي البلاس والموديلات بتاعت البرو والايفون 15 برو والايفون 15 برو ماكس نقطة كمان بالنسبة لمزايا الزكاة الاصطناعي ان المزايا دي مش متاحة باللغة العربية لغاية دلوقتي ومش معروفة تكون متاحة امتى والمزايا دي كمان مش متاحة في دول الشرق الاوسط يعني ما ينفعش البساطة يكون قرار شراء الايفون 16 لو انت عايش في الشرق الاوسط يكون معتمد على مزايا الزكاة الاصطناعي نروح للبطارية اللي هي تقريبا بتبقى أكبر مشكلة بتقابل المستخدمين الايفون فالايفون 16 بلس بيقدر يشغل فيديو لحد 27 ساعة مقابل الايفون 15 بلس اللي كان بيشغل 26 ساعة يعني ببساطة فرق الاوسط أما الايفون 16 فممكن تشغل عليه فيديو لحد 22 ساعة في مقابل الايفون 15 العادي 20 ساعة يعني تقريبا زيادة 10% عن الايفون 15 العادي بالنسبة للساعة التخزين فالايفون 16 العادي والايفون 16 بلس متاح بتلت مساحات الـ 128 جيجا والـ 256 والـ 512 أما بالنسبة للأسعار فالايفون 16 بيبدأ من 799 دولار والايفون 16 بلس بيبدأ من 899 دولار والايفون 16 العادي والايفون 16 بلس هيكونوا متاحين للطلب المسبق ان شاء الله يوم الجمعة 13 سبتمبر بس كده لو انت عاوس تشوف المزايا بتاعة الايفون 16 برو وبرو ماكس أنا عملتهم في الفيديو اللي قبل ده وياريت كمان تقول لي في التعليقات ايه اكتر ميزة عجويتك في الـ 16 و 16 بلس وهل يستحق ان انت تغير من الموبايل بتاعك الحالي للايفون 16 العادي او 16 بلس ولا لا